وبشكر دكتورة ميري على التقديم الرائع النهاردة هنتكلم على الـ CKD وصراحة مشكلة الـ CKD مش بس ان احنا chronic disease لأ احنا عندنا kidney problem او chronic kidney disease بيأثر بطريقة واخرى على العيان بتاعنا فهنحتاج ان نفهم مع بعض بطريقة مبسطة جدا ايه ازاي نبروسيد في الاساسمنت والمالجمت لهذا العيان انا في العيان الـ Clinical Nutrition وما بيدخل علي عيان CKD يبقى حطة اهداف لي وما ثلاث اهداف رئيسية عشان اقدر ايه ايه في التعهيز العيان اول حاجة ان انا اسس ثاني حاجة ان انا هكالكوليات الـ Nutritional Need واخيرا هبتدي ادي له الـ Diet Plan بيأكل ايه ما يأكلش ايه والكاونسلينج اكوردنج للـ CKD بروبلم اللي عنده هنبدأ بالاساسمنت انا في الاساسمنت بتاعي مفروض ان انا ببدأ Nutritional Assessment وفرزة الاساسمنت لـ CKD والـ Stage بتاعتها وبقى كالكوليت حابة حاجاتك دوت هقول لحضراتكم عليها حين نبدأ في Nutritional Assessment ده ابدأ بالـ Growth Parameter اللي هم الـ Weight طبعا في عيان الـ StKD بقى Dry Weight والـ Height والـ PMI وبعد كده بنبتدي نعمل الـ Dietary Assessment اللي هو الـ Current Intake وهي ايه اخبار الأبيطايت وهل فيه بارير للـ Intake بتاع العيان ده بعد كده ببتدي في الـ Physical Assessment Medical Management Activity Level وـ GIT Symptom هل موجودة ولا لا وـ Blood Biochemistry طبعا همني جدا 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 لأن الـ Kidney مهمة جدا فيه الـ Electrolyte Homeostasis وفيه الـ Electrolyte كتير بتتأثر في عينين الـ CKD فمهم الـ Blood Biochemistry وببتدي كالكوليت الـ GFR اللي أحسب على أساسه الـ CKD Stage وأخيرا الـ Urine Output طيب وفي حالة الـ Assessments بتاعتي ببتدي كالكوليت الـ Nutritional Needs بسعة العيان ده هون بكالكوليت الكالوريز البروتين والـ Fluid Intake ببتدي أشوف نتيجة الـ Assessments اللي احنا كنا بنتكلم عليها في السلايد اللي فاتت الـ Growth بتاعنا أخباره إيه؟ هل أنا أصاب Optimal Growth ساعتها هادجست الـ Energy Intake بتاعها أو الـ Caloric Intake إن أنا أديله أعلى من اللي الطفل العادي محتاجه اللي هو بنيديله على على الـ Higher End of Suggested Dietary Intake إيه قصة Suggested Dietary Intake؟ Suggested Dietary Intake ببساطة إن الـ Renal Nutrition دي مجموعة دي مجموعة من الـ Dietation والـ Physician في كذا دولة تدوي جمعه Guidelines والـ Guidelines دي جمعت According للدراسات السابقة وAccording للموجود في الـ Literature العيان ده هو اللي عنده سكي دي According للـ Stage بتاعه وAccording للـ Age بتاعه محتاج Caloric Intake Lower End و Higher End فإحنا لو إحنا العيان بدأنا أصاب Optimal فأنا هابتدي أدي على Higher End أو Adjusted Energy فأنا أزود الـ Energy بتاعي تمام لو أنا بتكلم أن Normal Growth العيان مش محتاج كالوري غير العيان بالضبط زي الـ Healthy و Same Chronological Age أما لو إحنا بنتكلم أن Overweight أو Obesity لأنا ساعتها هحتاج أن Adjusted Energy Intake عشان أزبط Weight Management زي ما دكتور جهان كان بتتكلم من شوية طيب التاني سؤال بسأله هو العيان ده على Dialysis Yes or No If No أوك أوك لو لا مش على Dialysis هبتدي أشوف هو العيان ده هو عبره إيه؟ لو إحنا أصاب Optimal Growth يبقى أنا هاتدي Higher Protein على Higher End أو هاتدي أو هاتدي ليس على الأن أو هاتدي بها تاني ساعدة من 3 إلى 5 وإن أبتدي الـ أوة لا رضي له لا ساعتها أنا هاتدي على الأن بروتين بتاعها عندنا تدي على الـ lower end من الـ suggested dietary intake. طيب جميل. لو العيان بـ dialyze yes. الإجابة yes هو على dialysis. هل مهم البروتين هيتغير؟ أوه هيتغير لأن أنا ساعتها هحتاج أن أنا compensate dialysis بتاعته. وهل ده هيفرق العيان ده على proteinial dialysis ولا على hemo dialysis. هاورر فضراتكم دلوقتي ده جدول cadوكي guidelines. البروتين intake لعينين CKD stage. خضراتكم له هتلاحظه. في آخر الجدول هنلاقي فيه إن إحنا العيان على dialysis لازم to compensate dialysis. وإن في عيان لو هو على proteinial dialysis هيحتاج إن إحنا نcompensate أكتر من لو هو على hemo dialysis. طيب تمام. طب إيه أخبار urine output بتاع العيان بتاعي؟ لو أنا العيان بتاعي طبعا هتفرق. لو العيان بتاعي أنا هبتدي أزبط الفلاويد إن أنا insensible water loss. لو أنا oligoric. لا هبتدي restrict الفلاويد. لو أنا normal هدي normal volume. على عكس لو أنا بليوريك ممكن هبتدي أدي additional fluid عشان ادي له fluid intake بتاعه اللي محتاجه. طيب. بعد ما أنا ابتديت أحسب nutritional need يعني هدي العيان إيه؟ هقوله كل إيه؟ متأكلش إيه؟ طيب. أول سؤال لازم أجاوب عليه. إن أنا هدي العيان إيه؟ أو هياكل إيه؟ أو ما أكلش إيه؟ أسأل نفسي سؤال. والعيان ده عنده dietary limitation. لو ما أنا عرف إزاي وعنده dietary limitation. هو لا. على حسب blood labs. على حسب serum potassium بتاعه. على حسب serum sodium. على حسب serum phosphorus. وعلى حسب CCD stage بتاعنا. فإحنا مثلاً في العيان ده هوت. لو ما عندهوش dietary limitation. وغير ما هيبقى عيان CCD stage 1 أو 2. ساعتها العيان ده هقوله كل كل حاجة. healthy balanced diet. واخد white variety of food choices. ما عنديش أي limitation ديه. طيب. لو العيان ده هوت. لا أنا عندي limitation. limitation inform of A. لو أنا بتكلم إن أنا high potassium. أو أنا عندي hyperkalemia. وهنا في CCD stage متقدمة. ساعتها هنقوله إن إحنا ناخد alternative lower potassium food. طبعاً كلنا عارفين إن البطاطس والبانانا من أكتر حاجات فيهم بوتاسيوم. بس إحنا في guidelines بتاعتنا إن إحنا طريقة التحضير نفسها ممكن تقلل potassium content. زي إن إحنا نقول للأم. ابتدي قطعي أشرار البطاطس. قطعي حتة صغيرة. ننغليها في كمية كبيرة من المية. ن discard المية اللي احنا غلينا فيها. وبعد كان نبتدي نستخدم البطاطس في مية جديدة. ده بيقلل potassium content لحاجة زي البطاطس. وفي عندنا كمان إحنا نبتدي ندي sources. data resources بتاعت البوتاسيوم. إيه الحاجات high nutritional value. إيه الحاجات low nutritional value. ونبتدي نركومند للأهل النمه يبعدوا عن اللون nutritional ونخلينا في high nutritional value. طيب لو إحنا بنتكلم على العيان دهوت عنده high بروسفاتينيا. وإن الفوسفرس بتاعه هو العالي. ساعتها هنقول للعيان دهوت. إن إحنا محتاجين إن إحنا نقلل الـ high phosphorus source. وصراحة في الـ guidelines بنتكلم إن إحنا step 1 لازم نليمت الفوسفات additive. وإحنا نستخدم الـ fresh food rather than processed لأن أعلى بوتاسيوم level موجود أو أعلى بوتاسيوم content هو من الفوسفات additive. فأي حاجة معلبة أو أية حاجة مكيّسة هنقول للأم لا تستغنى عنها. ثاني حاجة ودي step 2 إن إحنا نقل الـ intake of some food اللي هي naturally high في الفوسفرس مثل milk and dairy products مثل egg yolk مثل nuts and fish. طيب. ثاني سؤال. لازم أسأله لنفسي لأنا أدت للعيان البلان بتاعتي. هل الـ dietary intake بتاعه adequate؟ دنيا كويسة؟ لو الإجابة yes خلاص well and good. بس لازم إن أنا أموره كل شوية لأن ممكن العيان يتغير عليه سواء clinical condition سواء إنه دخل في hospitalization سواء بقى dialysis فممكن تتغير نديدزي بتاعه. طيب لو أنا لا العيان مش بياخد كل الحاجات اللي أنا كتباها بالذات إن العيانين دول أصلاً بيقبرون إن عندهم poor appetite عندهم مشاكل إن إحنا مش يقدروا ياخدوا كل حاجة فأنت هم نعمل إيه؟ أول خطوة هنعمل nutritional supplementation by oral supplement. يعني إيه oral supplement؟ يعني إن أنا محتاج إن أنا فورتيفاي الفود بتاعه بجام وبالايل وبالهني أو إن أنا فورتيفاي الدرينك بالجلوكوز بالكلمر أو إن إحنا نستخدم من oral nutritional supplement. آخر حاجة أو آخر سؤال عندي في الألغوريزم بتاعي هل بعد كل الحاجات اللي أنا عملتها دي nutritional requirement أنت بتاعتي خلاص أنا حقعتها ووصلت لها آه ولا لأ؟ فلو أنا آه فده حاجة كويسة بس مش هننسى إن إحنا هل monitor and review أما لو لأ فأنا محتاجة إن أنا عمل nutritional support عن طريق tube feeding لو أنا أتكلم في حاجة short term ومتوقع أنها تحسني أنا أستخدم نيزو gastric tube أما لو القصة long term فأنا كده أحتاج gastrostomy and thank you. شكراً شكراً دكتورة ماروة مرسي جداً على المحضرة الدسمة دي